أهلا بكم في هذا الترس الجديد الذي سنشرح فيه بعضا أو أجزاء من كتاب ستيف كاوفمان وستيف كاوفمان هو كندي يتقن العديد من اللغات ويتحدث هنا عن تجربته وكيف تعلم هذه اللغات سأضع رابط الكتاب تحت أو اسم لن أضع الرابط لكن سأضع فقط اسم ويمكنكم أن تجدوا الكتاب على موقع ستيف كاوفمان أو انطلاقا من جوجل الفقرة الأولى أو الفصل الأول هو اكتشف اللغة بشكل طبيعي هنا يقول بأن كل لغة هي من عجائب الطبيعة التي يمكننا أو لدينا القدر على استكشافها وهنا يقول بأن المعلم لا يمكنه إلا أن يلهم أو يرشد 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 بشكل تدريجي حسب رغباتك حسب شورتك يجب أن تكون تؤمن أنه يجب أن تفعله لكي يجب أن تفعله ميلتون كان ببعضاً عندما يتعرض أنه يجب أنه بشكل تدريجي أنه يجب أن تفعله مهلاً لكي يجب أن تفعله هنا يقول بأن ميلتون الشعر لأن ميلتون ذكر بأن الشماليين يصعب عليهم تعلم لغات الأجنبية لكن هنا يقول ستيف كوفمان بأن ميلتون كان مخطئاً بشكل واضح عندما اقترح أوحى بأن الشماليين غير قادرين على تعلم اللغات الأجنبية لا يمكن أن تفعله لغات الأجنبية النظر إلى تعلم لغة على أنه مهمة خارقة قد يمنعك من تحقيقي إمكاناتك إذا كنت تعتقد بأنك تستطيع التحدث بلغة أخرى فهذا بالطبع سوف يجعلك تفشل في تعلمها لن تنجح في فعل ذلك في تعلمها أو تحدثيها If you do not believe you can speak another language you will certainly not succeed in doing so You have to believe you can learn in order to achieve success Accept the fact that you were born with the ability to learn to speak a new language to be a linguist Linguist شخص يتحدث الكثير من اللغات You just have to find the way to develop this ability as an adult عليك أن تجد طريقة لتنمية هذه القدرة كشخص راشد أو شخص كبير We generally accept that everyone has an equal gift for learning their language their first language عموما عادة ما نقبل فكرة أن أي شخص لديه موهبة في تعلم لغته الأم We generally accept that everyone has an equal gift for learning their language their first language equal gift يعني موهبة متساوية نحن نعتقد بأننا كلنا زيناء موهبة متساوية في تعلم لغة الأم Why we assume that we require a special gift to learn a second language لكن لماذا نفترض أننا نحتاج إلى موهبة خاصة لتعلم لغة ثانية Why should we assume 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 يفترض that we require a special gift to learn a second language Some people even claim that an ear for music is essential to language learning بعض الناس يدعون بأن يدعون بأن الإنسان يحتاج إلى أن تكون لديه موهبة وقدرة على تعلم الموسيقى لكي يكون قادر على تعلم اللغة A good place to test this theory is at a karaoke bar where it can be easily demonstrated that there is no correlation between singing ability and language skills المكان الذي يمكن إثبات بأن هذه النظرية خاطئة هو في karaoke bar حيث يمكننا أن نبرهن بأنه لا يوجد هناك أي علاقة بين الغناء ومهارات اللغوية no correlation no correlation لا علاقة أو لا ارتباط we can all learn if we have the right attitude and if we find the method that is more or most suited to our nature يمكننا جميع أن التعلم إذا وجدنا المنهجية المناسبة لطبيعتنا suited suited مناسب most suited الأكثر ملاأمة لطبيعتنا we can all learn if we have the right attitude and if we find the method that is most suited to our nature some people may have better language learning ability than others but this innate learning ability is not the decisive difference in language learning success بعض الناس قد تكونوا لديهم قدرة أفضل على تعلم اللغة من الآخرين لكن هذه القدرة ليست هي الشيء أو الفارق في النجاح في تعلم اللغة some people some people may have better language learning ability ability القدرة than others من الآخرين but this innate learning ability innate innate يعني فطري لا نكتسبه نولد معه innate innate learning ability قدرة فطري على التعلم is not the decisive difference in language learning success decisive الحاسم difference the decisive difference الفارق الحاسم المقصود أشيء الحاسم الفارق الحاسم why are so many Dutch or Swedish people good at learning languages while Germans and English not to mention Americans are generally not as good at it لماذا يعتبر لماذا الكثير من so many الكثير من الهولنديين والسويديين جيدون في تعلم اللغات في حين الألمان والإنجليز دون ذكر الأمريكيين ليسوا عموما كذلك why are so many Dutch or Swedish people good at learning languages while Germans and English not to mention Americans are generally not as good at it why are French Canadians in general more successful in learning English than French people from France لماذا الكنديون الفرنسيون عموما أكثر نجاحا في تعلم الإنجليزية مقارنة مع الفرنسيين من فرنسا more more successful 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 ناجح successful successful why are Chinese people from Singapore usually better at English than Chinese people from China or even from Hong Kong لماذا الصينيون من سنغافور أفضل في الإنجليزية من الصينيين الذين هم من الصين أو حتى من الصينيين الذين هم من Hong Kong لا أعتقد بأن بعض الناس من بعض المواتن أو بعض الجنسيات أفضل أو لديهم قدرة فطرية على تعلم اللغات أفضل من الآخرين الشيء المحتمل هو أن الفرق هو الموقف attitude يعني الموقف الذي يتخذه الإنسان من تعلم اللغة أو من اللغة متحدث اللغة الأجنبية الناجحون successful عادة ما يعتبرون التواصل بلغة أخرى شيئا مسلما به take for granted يعني يعتبره مسلما take for granted ولا يشعرون بأنه شيء غريب أو غير اعتيادي do not feel that it is an unusual thing to do إنه شيء متوقع it is just expected it is natural to them هو شيء طبيعي بالنسبة لهم many Dutch or Swedish people realize that they need to speak foreign languages because few foreigners are going to learn Dutch or Swedish العديد العديد من الهولنديين والسويديين يدركون بأنهم يحتاجون لتعلم اللغات الأجنبية لأن القليل من الأجانب سيتحدثون أو سيتعلمون اللغة الهولندية والسويدية Many many Dutch or Swedish people realize realize that they need to speak foreign languages foreign أجنب because few foreigners are going to learn Dutch or Swedish foreigners foreigners أجنب Similarly a large number of Singaporeans and Kibiko know they need English and simply accept that they're going to be English speakers وبشكل مشابه Similarly فعدد كبير من الصنغ فوريين والكبكو يعرفون بأنهم يحتاجون الإنجليزية No they need English ويقبلون بكل بساطة بأنهم سيكونون متكلمين بالإنجليزية Accept that they are going to be English speakers There is no resistance لا توجد هناك أي مقاومة There is no resistance These people can all naturally visualize themselves as fluent speakers of English هؤلاء الناس يمكنهم بشكل طبيعي naturally أن يتصوروا أنفسهم visualize themselves على أنهم متحدثون بطلاقة للإنجليزية fluent speakers fluent طليق اللسان fluent fluent شخص يتحدث اللغة بشكل طليق بطلاقة والمقصود بطلاقة ليس أن تتحدث اللغة بشكل صحيح قد تقوم بعض الأخطاء اللغوية والأخطاء في النطق لكن المهم أنك تتحدثها دون توقف تستطيع التعبير عن الفكرة بشكل سالس وناعم fluent شكرا على المشاهدة وانتظروا الدرس التالي من نفس الكتاب سأضع عنوان الكتاب تحت الفيديو يمكنكم كتابته بالشكل الذي سأكتبه في الوصفة وتحت الفيديو وستجدونه على جوجل